تساعة صباحا بتوقيت القاهر السابع بتوقيت جرينيش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس التونسي قيس سعيدة ضرورة الحياة الكامل تجاه الانتخابات التشريعية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي وخلال لقائه وزير الداخلية توفيق إشارة في الدينة قال الرئيس التونسي أن تطهير البلاد من من وصفهم بالعابثين بمقدراتها لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل مشددا على ضرورة المساواة بين الجميع أمام القضاء ومحاسبة كل من يتجاوز القانون وقع رئيس الأمريكي جو بايدن قانون ميزانية الدفاع لعام 2023 بقيمة 850 مليار دولار والذي يوفر 800 مليون دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا وقال بايدن أن الوثيقة تسمح بتخصيص اعتمادات السنة المالية لوزارة الدفاع الأمريكية وبرامج الأمن القومية التابعة لوزارة الطاقة ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي والاستخبارات مشيرا إلى أن القانون يتضمن سلطات مهمة لدعم الدفاع الوطني وشؤون خارجية والأمن الداخلي وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر مشروع قانون لتمويل الحكومة بقيمة 1.7 تلريون دولار يقدم تمويلا عسكريا قياسيا ويرسل مساعدات إلى أوكرانيا وتمت الموافقة على مشروع قانون الإنفاق على أساس تصويت حزبي إلى حد كبير بموافقة 225 صوتا مقابل 201 بعد موافقة مجلس الشيوخ في وقت سابق ويخصص مشروع القانون 45 مليار دولار لتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رؤساء شركات تصنيع الأسلحة بذل قصار جهدهم لضمان حصول الجيش الروسي على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي يحتاج إليها لدعم العملية العسكرية في أوكرانيا وخلال زيارات أجراها لأحدى مراكز تصنيع الأسلحة قال بوتين أن العملية العسكرية تأتي في إطار جهد وصفه بالتاريخية لمواجهة ما سماه التأثير الزائد عن الحد للقوى الغربية على شؤون العالمية مشيرا إلى أن المهم الرئيسي التي يجب أن تأتي على رأس الأولويات هي تزويد الوحدات وقوات الخطوط الأمامية بالأسلحة والمعدات والذخيرة بالكميات اللازمة والجودة المناسبة في أقرب وقت ممكن بدأت السلطات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية هدم معظم مبنى مصرح دراما بالمدينة الذي تعرض للقصف الجوي في مارس الماضي وقال مسؤولون روس أن عملية الهدم جزء من خطط لإعادة بناء المصرح في مدينة ماريوبول ونقلت وكالة التاسر روسية الأنباء عن مدين المصرح إيجور سولنين قولوا أن عملية الهدم لم تشمل سوى الجزء غير الصالح للترميم مشيرا إلى أنه سيتم استكمال إعادة بناء المصرح بحلول نهاية عام 2024 أعنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت إحدى منشأة الطاقة التابعة لشركة أوكرانية مع أصفر عن توقف المحطة عن تولين الكهرباء وذكرت وكالة أنباء يوكر يونيفورم الأوكرانية عن تقرير للشركة أن الجيش الروسي قصف بشكل مكثف المنشأة قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المدير العام للوكال رفايل جروسي سيواصل قريبا المشاورات مع ممثلي روسيا وأوكرانيا حول إنشاء منطقة لحماية الأمان والأمن النوويين حول محطة دابورجيا للطاقة النووية وذكرت الوكالة أن جروسي عقد اجتماعا مع كبار المسؤولين الحكوميين الروس في موسكو بمن فيهم المدير العام لشركة روسا طاوم النووية الحكومية الروسية أليكسي لخاتشوف هذا وتستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنشر فرقها على أساس مستمر في أربعة منشآت نووية أوكرانية أخرى من بينها موقع تشيرنابل دعت بريطانيا كوريا الشمالية إلى نزع السلاح النووية وقالت الحكومة البريطانية أن الاختبارات المتكررة لبيونجيانجي للتكنولوجيا الصواريخ الباليستية يعد تهديدا لشركائها الإقليميين والأمن العالمية كما أشرت الحكومة البريطانية إلى أن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية خرق للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولية داعي أبيونجيانجي للعودة إلى الحوار واتخاذ خطوات موثوقة نحو نزع السلاح النووي بطريقة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعت فيها ختم مجزء التاسع فاصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر